اشتركوا في القناة الترمي كامل ونراجع بإذن الله مع بعض زي ما عملنا في الترمي الاول واكتر ولكن انت بس كل اللي عليك ان انت تركز معايا الحاجات اللي انا بقولها ياريت يعني تركز فيها كويس جدا 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 وان انت تنفز اللي بقول بس كده وان شاء الله مش تحتاج اي درس انت بس تابع القناة في العلوم وفي الانجليزي وكمان نزلنا لكم الترمي ده الدراسات زي ما الناس كتير منكم طلبت تعال اما نشوف ازاي نوصل لكل مناهج الترمي التاني بالنسبة لتاني اعدادي بدون اي تعب وفي خلال ثواني بسطة جدا زي ما احنا شايفين دي القناة احنا كده في القايمة الرئيسية او في الصفحة الرئيسية سواء انت من موبايل او من اللابتوب او من الكمبيوتر مثلا فكل ده انت هتكون كده يعني دي الصفحة الرئيسية او ما تدخل على القناة مش عايزك تروح في اي مكان انت هتفضل في الصفحة الرئيسية ده فيديو في الجداول بتاعتنا امتى كل مادة هتنزل الايام ايه فطبعا تقدر ان انت تشوفه ده فيديو مهم بعد كده عايزك تفضل تنزل تنزل لحد ما تلاقي كلمة تانية اعدادي ادي هنا تانية اعدادي هاي هتدوس على كلمة تانية اعدادي والله انا كده دست عليها هيظهر لي المناهج بتاعت التانية اعدادي طبعا ده ترمي اول وده ترمي اول خلاص بقى ملناش دعا بيه حاليا ظاهر الدراسات لان هي اللي نزلت انبارح النهاردة ان شاء الله طبعا وانت بتتفرج على الفيديو ده هيكون ظاهر قائمة كمان قائمة الانجليزي برضو هيبقى كده قائمتين الترمي التاني وبكرة بازن الله القائمة التالتة قائمة العلوم كل الحاجات دي تقدر تجيبها من هنا بكل الدروس بالترتيب يعني لو فتحنا مسلا هنا كده فيو فول بلاي لست هنلاقي ده الدرس الاول ان شاء الله درس تاني يكون هنا رقم اثنين الدرس التالت وهكذا يبقى كل حاجة تقدر ان انت توصل لها بمنتهى السهولة من غير بقى ما تلف في الفيديوهات لان الفيديوهات حوالي 500 فيديو طبعا هيزيده ان شاء الله فيعني الموضوع ده هيسهل عليك كتير يلا بينا بقى نرجع للفيديو بتاعنا ان شاء الله زي ما عملنا الترمي الاول كل يونت هناخدها على فيديو هين اتنين بس معنا كده ان احنا طبعا لو شفت بقى فيديو الفيديو الجادول ان احنا هننزل الانجليزي يومين في الاسبوع فمعنى كده ان احنا كل اسبوع ان شاء الله هنخلص يونت فهيبقى هنخلص اول 3 يونتات في خلال 3 اسابيع بس بعد كده هيبقى معنا الاسبوع الرابع ده هنرجع في الكصة هتنزل خلال 3 اسابيع يعني الكصة باذن الله هتنزل برضو خلال 3 اسابيع المهم ان احنا كل شهر باذن الله هنخلص 3 يونتات ومعاهم الشابتر من الكصة ممكن الشابتر او اكتر يعني ممكن شابتر ونص مثلا او اتنين شابتر حسب يعني ما هنشوف الوقت عامل ازاي وبعد كده هنراجع عليهم بإذن الله ده هم حاجة هنضفها زيادة عن الترمي الاول ان احنا هنعمل مراجعة على كل تلات وحدات ان شاء الله دعوتكم بس كده لنا بالتوفيق واتمنى منكم ان انتم توصلوا الشرح على جروبات الفيسبوك انت بس يعني هتاخد اللينك وتوصل الشرح دوت لغيرك عشان كله يكون بيوصل الشرح وطبعا لما يكون فيه عدد اكبر بيتابع طبعا ده بيكون حافز لنا ان احنا نكمل ونستمر ان شاء الله بصورة كويسة اليونت بتاعتنا يونتين اسمها a working life يعني الحياة العملية تعالوا ما نشوف يونت سهلة جدا والجرامر بتاعها يعني نوعا ما فيه ناس بتسترخمه ولكن انت هتكتشف انه هو سهل جدا 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 وهنحل عليه كل الاسئلة كل الاسئلة اللي موجودة هنا بيقول لنا ايه دي كلمات تهيئة اللي معنا عايزين نقراها مع بعض ونركز فيها كل كلمة لوحدها كده ونحفظهم يعني بالكامل هي كلمات مش كتير زي منت شايفين هو اول سطرين او اول مربعين دول بس عايزين نحفظهم كويس اول كلمة mobile health clinic mobile health clinic معناها عيادة صحية متنقلة فيه كده يعني طبع جمعيات رسالة والجمعيات الخيرية بتلاقي دايما ان خاصة يعني في الكرة بيكون فيه عربية كده عاملة زي مستشفى موجودة جوه عربية بتكون يعني متنقلة وبتلف على البيوت مثلا لو حد عنده حاجة فيقدر ان هو يعني يكشف من خلالها طبعا دي غير الاسعاف تمام دي زي بلوكبدة هي عيادة ولكن فيها عربية بعد كده كلمة examine examine معناها يفحص دي طبعا مرتبطة بمين دي مرتبطة بالدكتور على طول يبقى الكلمة دي مرتبطة بالدكتور بعد كده كلمة medicine medicine معناها اوليها معنين معناها كلية الطب ومعناها الدواء طيب هنفرق ما بينهم ازاي حسب سياك الجملة لازم ان تشغل دماغك يا طرها هي جايب معنى كلية الطب ولا جايب معنى دواء طبعا هي في الوحدة بتاعتنا دي هتيجي بمعنى دواء كلمة sick people او el people طبعا معناها المرضى لو sick people او el people اللي اتنين نفس المعنى كلمة equipment ودي من الكلمات اللي لازم يعني تعلم جنبها كده وتحط جنبها خط اش معنى لان الكلمة دي مفرد الكلمة دي تعامل معاملة المفرد دايما كده يعني مثلا equipment is والare لا equipment is equipment is ماشي معنى 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 معدات وكلمة معدات جمع ولكن تعامل معاملة المفرد لا تعد طيب نكمل operation operation معنى عملية جراحية برضو مرتبطة بالدكتور patient معنى شخص المريض ambulance ambulance معنى سيارة اسعاف ambulance معنى سيارة اسعاف hospital معنى مستشفى دي كده الكلمات الرئيسية في الدرس الاول والثاني طبعا احنا شغالين يا جماعة من كتاب gym عشان الناس اللي هي حبه يعني يتابع معنا او تعرف ده كتابي احنا شغالين من كتاب gym ان شاء الله التدريبات اللي هي موجودة في lesson 1 و 2 دي هحلها معاكم بالكامل سواء على grammar او على الكلمات اما ال general exercise ده هسيبه لكم ان انتم يكون تدريب لكم وتحلوه طبعا اي سؤال يقف قدامك تقدر تكتبه في التعليقات والحمدلله يعني احنا يعني قدر الامكان بنرد على كل الناس وان شاء الله انجاوبك على اي سؤال تكتبه طبعا نفس الكلام هيكون في الدرس الثالث والرابع هو بس ال general exercise اللي هسيبه لك والتست بعد كده كلمة work work ممكن تيجي noun وممكن تيجي verb طبعا noun معنى عمل اما verb معنى يعمل كلمة than معناها شاحنة مغلقة هجيب لكم الصورة بتاعيتها دلوقتي كلمة driver معناها سائق enjoy يستمتع بي village career village career ساعات انا بقول يعني انا بحاول ان انا جيبك كلمة مرتين ولكن يعني ساعات عشان اني بتكون ماشيين بسرعة فممكن نقولك كلمة مرة واحدة فانت ممكن ترجع يعني خمس سواني كده وترجع الفيديو وتشوف الكلمة نطقها مرة تانية كلمة call معناها يتصل بي او يستدعي بتنادي على حد بالعربي كده يعني او بالشعبي خالص بتنادي على حد post office معناها مكتب البريد newspaper معناها الجريدة جريدة الجمهورية والاخبار والمسا وهكذا healthy وhealth كلمتين دول مهمين جدا healthy وhealth ايه الفرق ما بينهم دي adjective معناها صفة خدت انت في قول اعدادي الفرق ما بين الصفات والظروف مثلا دي معناها صفة بتصف يعني بتصف اسم معناها صحي او زو صحة جيدة اما اقول he is healthy هو بيكون ايه زو صحة جيدة تمام اما كلمة health بس من غير y طبعا دي معناها صحة ودي نون ونشوفهم في التدريبات النهاردة ان شاء الله بيجوا ازاي ونشوفهم ازاي ممكن يلغبطنا ما بينهم كلمة finish معناها ينهي او ينتهي من سهلة جدا study معناها يدرس طبعا ده الماضي بتاعها basic معناها مشغول او مزدحم طيب امتى يا مستر تكون مشغول وامتى تكون مزدحم والله لو مثلا بنتكلم على شخص يبقى الشخص ده ايه مشغول لو بنتكلم على شخص بني ادم كائن حي يبقى كائن حي ده او الشخص ده ايه مشغول اما لو بنتكلم مثلا على طريق او مثلا مبنى او حاجة زي كده يعني حاجة جماد يعني يكون ايه مزدحم اتفقنا hard work معناها عمل shock team معناها فريق طبعا كلكم عارفينها كلمة news معناها اخبار او خبر خلي بالك زي equipment بالزبط مفرد لا يعد كلمتين دول حط عليهم خطوط كده كتير لان مهمين قوي in order to او to اللي اتنين معناهم لكي حفظهم عشان يعني ان شاء الله تحتاجهم في الترجمة بعد كده في قولة سانوي both and and معناها كل من فلان وفلان both احمد and mona كل من احمد و mona tired معناها متعب برضو صفة week end كلمة واحدة على بعضها خلي بالك مفيش اي فاصل قطل اتنائية الاسبوع جمعة والسبت بعد كده nurse معناها ممرضة دي كده الكلمات اللي في الدرس الاول والتاني كلهم اعتقد يعني مش كتير واغلبهم نجولكم قبل كده دي بعض الافعال الغير منتظمة واتفقنا بقى في الترم الاول ان الافعال بتنقسم لكسمين كسم افعال منتظمة وافعال غير منتظمة الفرق ما بينهم ان الافعال المنتظمة الماضي بتاعها عبارة عن اي دي بعد الفعل في المصدر طبعا في حالات بقى ليه بنحط اي اي دي وهكذا لكن الاساس ان احنا بنحط اي اي دي بعد الفعل عشان نجيب الماضي والتصريف التالت اما الافعال الغير منتظمة او الشازة دي ايه دي كلها حفظ دي كده كلها بتكون حفظ الاول والتاني والتالت طبعا الاول المصدر سهل اما التاني والتالت لازم نتحفظ يعني يعطي ودي التصريفات بتاكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيكيك دول مع بعض ودول مع بعض. يلا بنا نكمل. هنا جايب لناك كلمة وعكسها. زي سيم معناها نفس الشيء اما معناها مختلف. معناها مبلل اما معناها جاف. طبعا احنا بنقول كل حاجة يا شباب في اليونت او في الدرس. علشان انا مش عايزك تاخد درس. انا عايزك يعني توفر على اهلك المصاريف اللي انت يعني بتدفعها في الدروس. انت دلوقتي كل حاجة متوفرة على النت. كلنا دلوقتي عندنا النت في البيت. فانت كل الفكرة تلتزم بس. وتشوف الشرح على النت. وتشوف مدرس واثنين وتلاتة. تشوف مين اللي هياجبك تكمل معاه وهكزا. المهم ان انت يعني ممكن توفر المواصلات وتوفر الوقت بتاعك ده. في وانت عاد في البيت. وهتطلع ان شاء الله بنفس النتيجة ويمكن افضل كمان. ال او سيك اللي اتفقنا معناها هم مريض. العكس بتاعها will بالي خلي بالك مش بالاي. start او begin اللي هي يبدأ عكسها finish او end. ينتهي. نجي على ال preposition وهنعلم على كم حاجة مهمة. no about يعرف عن. for away from. خلي بالك حاجة ان هنا جاي. away كلمة واحدة على بعض. كلمة away كلمة واحدة على بعض معناها ايه? بعيدا. خلي بالك من الحكة دي مهمة اوي اوي. اما لو قلنا ا لوحدها وبعد كده فاصلة وبعد كده. وي. هتبقى معناها ايه? طريقة. هيبقى معناها طريقة. هنا معناها بعيدا او بعيدا. هنا معناها طريقة. شايف الفاصلة هي. هنا مفيش فاصلة. away او far away from. بعيدا عن. far away from the sea. بعيدا عن البحر. for very long. اللي مدة طهلة جدا سهلة دي. for the past hour. دي مهمة. for the past hour. دي مهمة. ودي كمان مهمة. تمام? ان احنا the past hour بيجي قبلها for مش since. عشان ده الجرامر بتاعنا. talk to يتحدث مع. travel for work. يعني ينتقل الى العمل. طبعا برضو مهمة. work with يعمل مع. سهلة دي. work in a clinic. يعمل مع. يبقى هنا هيكون فيه الناس اللي هو بيعمل معهم. اما work in. يعمل فيه. فهنا هيكون المكان اللي هو بيعمل فيه. طبعا مش شرط clinic. ممكن hospital. ممكن اي حاجة. المهم ان work in وراها مكان. هو بيشتغل فيه. work with وراها اشخاص او حاجة هو بيعمل معي. wait for. ودي مهمة جدا جدا جدا. الحتة دي كده مهمة. ليه بقى عشان بتلغبط ناس كتير. wait بيجي وراها for وبيجي وراها to. لو لقينا وراها فعل في المصدر يبقى هنختار to. لقينا فعل في المصدر يبقى هنختار to. اما لو لقينا شخص او شيء. يعني someone او something. احمد او. زي كمبيوتر مثلا. يبقى ايه? يبقى wait for. مهمة جدا وهتجنل في التدريبات. teach about يعلم عن. ايه الفرق ما بين teach وما بين learn. انت دلوقتي بتعمل ايه? انت learn. يعني ايه? بتتعلم. انت قاد دلوقتي بتتعلم. اما انا دلوقتي بعمل ايه? بعمل teach. بدرس او ايه? او بعلم. تمام? يبقى المدرس teach. اما الطالب learn. work at a hospital. يعمل في مستشفى. تعالوا ما نكمل. هنا definitions ودي من اكتر الحاجات اللي بتيجي عليها اسئلة الاختيارات في الجزء بتاع الكلمات. دي مهمة جدا جدا جدا. انت ما بتحفظهاش. انت بس ايه بتفهمها? شوف كده? كلمة ambulance. ambulance. معناها ايه? a van. عربية مغلقة. مش هو الشكل بتاعها كده. عربية مغلقة. that takes all people او ال people to hospital. اللي بتيقض الناس المرضى او sick people للمستشفى. تمام? هو هيجيب لك بقى. هيجيب لك نقط. is. ويجيب لك ايه الجملة دي. تمام? ويقول لك يا طرح ايه دي الambulance ولا patient ولا operation ولا equipment مثلا. ها انت تختار ايه? فطبعا عربية مغلقة. بتاخد الناس المريضة للمستشفى يبقى دي ايه? الambulance. سيارة الاسعاف. patient معناها شخص مريض. هو يعني ايه شخص مريض? a person that a doctor helps to get better. get better لسه شايفنا في الافحال من شوية. تمام? هو شخص الدكتور بيساعده عشان يكون احسن. operation عملية. when doctors cut a person. يعني لما الدكتور ايه? ان هو مسلا بيفتح فيه الانسان. open to help them get better. لما بيكون ايه? يعني هيعمله جراحة او ان هو بيفتح كده في جسمه عشان ان هو يساعده يكون افضل. equipment اتفعنا ان هي مفرد لا يعد. things that be will use in order to do something. هي الاشياء اللي الناس بتستخدمها. اشياء. دي معناها ايه? معدات. وهنا معناها اشياء. اشياء بتحصل فيها ايه? الناس بتستخدمها. lay in order to اللي احنا اخدناها معناها لكي. do something عشان يعمله شيء ما. تمام? نيجي على الجزء اللي بعد كده. وده جزء مهم جدا. هنا بيقول لنا twice a month معناها مرتين في الشهر. فممكن نقول once a month مرة في الشهر. twice a month يعني مرتين في الشهر. مثلا three times. ثلاث مرات. وهكذا. من اول تلاتة لحد بقى اي رقم تاني. بنقول ايه? الرقم ده. وبعد كده كلمة times. times يعني t-i-m-e-s اللي هو مرات. تمام? look tired. هنا look مش معناها ينظر معناها يبدو. تمام? يبدو متعبا. look happy. يبدو سعيدا وهكذا. هنا بنحط ايه صفة. have an operation. دي مهمة. دي كده مهمة. هنعلم على الحاجات المهمة. have اعرف الحاجة اللي غرا. لان كلمة operation مثلا هيجيب لك قبلها نقاط. يقول لك مثلا ايه اللي بيجي قبل operation. يجيب لك بعض الافعال فانت هتختار. have. start work. يبدع العمل. go very well. تسيرة على ما يرام. برضو مهمة. cut a person open. يجري جراحة الشخص. call an ambulance. استدعي سائرة الاسعاف. كل ده سهل. teach children. teach children. قلت ايه? بيعلم الاطفال. بيعلم الاطفال. طبعا اي حاجة بص بقى انتفي اتفاق واحنا كنا اتفاقناها في الترميل الاول ولكن لو انت اول مرة تتبعني ان اي حاجة فيه language expressions فيها do او make يبقى دي مهمة. سواء انا قلت او ما قلتش بقى اي حاجة فيها do او make يبقى دي مهمة ولازم انتفرق ما بينهم. do a job do work do will do an operation. لكن خلي بالك. شايف هنا بقى الفرق ما بين do an operation وما بين have an operation. عشان كده احنا نعلمنا عليه. ليه بقى? هنا بيقول لنا have an operation يعني ايه? لديه عملية جراحية. هو مين اللي لديه المريض. هنا المريض. تجري له عملية جراحية. يبقى لما نلاقي have. يبقى هنا احنا بنتكلم على المريض. اما لما نلاقي do قبل ان operation يبقى هنا بنتكلم على الدكتور. ان الدكتور يجري عملية ايه? او يجري عملية جراحية. give medicine او take medicine يعطي دواء او ياخذ دواء. the operation went very well. طبعا وينت الماضي من جو. وينت الماضي من جو. فنقول the operation went very well. يعني العملية مشت زي الفل. العملية مشت زي الفل وايه? والمريض خاف. هنا بعض الحاجات اللي احنا قلنا يعني تقريبا قلنا كتير منهم. زي كلمة health وhealthy. دي نون بمعنى الصحة. اما دي adjective بمعنى صحي. medicine قلنا بمعنى بقى دواء. اما medical معنى طبي. بمعنى طبي. شايف الفرق? هما كلمتين قريبين من بعض. will بال اي بمعنى شكل جيد او بشكل جيد. اما will بال اي طبعا دي اللي في الفيتشر سيمبل. اللي في المستقبل البسيط. زمن المستقبل البسيط بمعنى سوف. driver معنى سائق. اما diver معنى غواص. وهو بس حرف الار الفرق. ماشي? خلي بالك. examine يفحص. examine يفحص. اما revise يراجع. المربع ده من المربعات المهمة واللي بيجي عليك جزء بتاع correct. cold يعني نادى او استدعى. اما هنا cold نفس النطق بالزبط. بمعنى بارد. خلي بالك برضو من الفرق ما بينه. نشوف بعض الحاجات الاضافية زي equipment news information. بيقولينا ان كل الكلمات دي. بص كده معلومات. جامعة هي. اخبار جامعة. معدات جامعة. كل تي حاجات جامعة. ولكن هي لا تعد. والحاجة التي لا تعد. تعامل معاملة المفرد. يعني بيجي وراها is والار. بيجي وراها is. اهو. our hospital's equipment is modern. all the news او all the information is fine. مهم اول حتى دي. enjoy والله بيجي وراها حاجة من اثنين. ياما verb plus ing ياما noun. ياما verb ing ياما noun. وهتاخد الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله في سنة اولى سنوي. بترمي الاول في اولى سنوي. يعني ان شاء الله. هتلاقي كل الكلام ده على القناة. هتاخد الافعال اللي بتاخد وراها طول المصدر. افعال بياخد وراها verb ing. ف enjoy من الافعال بيجي وراها verb ing. i enjoy reading. هيجيب لك في الاختيارات to read. يقول لك تختار i enjoy read. ولا to read. ولا reading. هتختار reading. my father enjoys music. طبعا music هنا ايه? noun. اتفقنا بقى. يا اما فعل مضاف لي ing. يا اما اسم. finish نفس القصة. يبقى اللي اتنين دول ايه? هنحفظهم مع بعض كده. finish برضو verb ing او noun. they them there. هنا بيقول لنا عند عدم معرفة. هل الذي نتحدث عنه. مذكر او مؤنس نستخدم دمائر الجمع. يعني دي انا عايز اقول لكم على حاجة. ان انا بديت جملة السنة اللي فقيت اللي ترمي الاول. لطلب التالت اعدادي. الجملة كان فيها القاعدة دي. شايفين القاعدة دي عندكم انتم في تانية اعدادي. انا اديت الجملة دي. وقلت لهم يا شباب ان ازاي هنا انا قلت. an old مثلا person. ازاي قلت راجل كبير او قلت ايه? شخص كبير. شخص كبير مش راجل بقى. شخص كبير. وازاي هنا استخدمت them. مش المفروض شخص ده. اقول مثلا هي او اقول شي او الحاجات دي. ليه استخدمت هنا مفرد وهنا استخدمت جمعة. طبعا محدش كان عارف. وكمان يعني الاسوأ ان هما سألوا مدرسين. والمدرسين قالوا ان الجملة غلط. وان المدرس دوت ما يفهمش والحاجات دي. فالمهم ادي القاعدة عندكم ايه? فعايزكم تعرفها كويس جدا 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 جدا. لان فعلا ناس كتير قوي. يعني بتغيب عنهم الحتة دي. if i see an old person standing in a bus. لو انا شفت شخص كبير واقف فيه الاوتوبيس. هل انا حددت الشخص ده مذكر ولا مؤنس? لأ انا محددتش. يبقى. انت دلوقتي كنت يعرف هو مذكر ولا مؤنس? لأ ما نعرفش. فبص كده قليه. i will give them. i will give them my seed. انا هدي لهم ايه? هدي لهم مقاضي. ليه قلت هدي لهم? عشان اقول سواء كان مذكر او كان مؤنس. مهمة جدا 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 دي. you should finish do your homework. you should finish do your homework. هل finish بيجي وراها دو? انا هسيب لكم الجزء ده تحلوه في التعليقات. حاجة بسطة جدا. انا اصلا مش عايزك تحله بعد الفيديو. عايزك توقف دلوقتي حالا. حلو دلوقتي. احنا لسه مخلصين الجزء ده. وحتى هي لسه قدامنا هي اتيها ان الناس اللي تعرف تغشي كده هتعرف تجابها على طول. you should finish do. هل بيجي وراها فعل في المصدر finish? لا. هنشوف بقى بيجي وراها اي. if someone asks me for help. i will help z? i will help z? لا. هنا مش تبقى z. هنا هتبقى حاجة تانية. خلي بالك ان الجزء او رقم اتنين دي. رقم اتنين دي. بنتكلم على قاعدة الفرق مبين. دمائر. الفرق مبين. دمائر الفعل و دمائر المفعول. دمائر الفعل و دمائر المفعول. كمان شوية لما نجي على الجرامر كده. هوا ريك ازاي. تعرف الفرق مبين دمائر الفعل و دمائر المفعول. كان لها فيديو على القناة. هوا ريك ازاي تجيبو. وان شاء الله هيساعدك جدا تقدر تجاوب السؤال ده لو انت معرفتوش. my mother enjoys read the newspaper every morning. هل انجوي بيجي وراها فعل في المصدر. ده اللي انا كنت لسه ايليكم عليه. وهشوف بقى انتوا هتحلوها ولا لا. تعالوا ما نقرأ الجزء reading مع بعض. my name is dr. عزيز. اسمي dr. عزيز. i work in a mobile health clinic. انا بشتغل في ايه? في عيادة صحية متنقلة. the clinic is in a van. اللي عيادة دي موجودة طبعا في عربية مغلقة. we have got two nurses. عندنا اتنين ممرضات. two doctors and a driver in our team. عندنا اتنين ممرضات. عندنا اتنين دكاترة. عندنا صائق في الفريق بتاعنا. يبهم خمسة. we have been doing this job for five years. انا بنشتغل الشغلنا دي لمدة ايه? خمس سنين. يعني بقلنا خمس سنين شغلين شغلنا دي. بعد كده بيقول لنا. i really enjoy it. انا بستمتع بالموضوع ده جدا. some people live in villages far away. far away. ها? اوي دي بمعنى بعيدا. مش بمعنى طريقة. قلنا ايه? far away. be go ra from. a doctor or a hospital. في ناس كتير جدا في الكرة. طبعا بيعيشوا بعيدا عن الدكاترة وبعيدا عن ايه? المستشفيات. عشان كده العيادات المتنقعة دي قلتلكم ان هي غالبا بتكون في الكرة. بعد كده بيقول لنا. so we visit the villages twice a month. عشان كده بيزوروا الكرة ديت مرتين في الشهر. we examine. examine بمعنى يفحص. people and give them medicine if they are ill. بنيديهم دوة لو هم كانوا تعبانين. بعد طبعا ما يفحصهم. we haven't got the equipment to do big operations in the van. احنا طبعا ما عندناش المعدات اللي خلينا ان احنا نعمل عمليات جراحية في العربية ديت. if a patient is very ill. لو كان بقى شخص تعبان جدا. we can call an ambulance. ان احنا بنطلب عربية اسحاف. to take them to hospital. عشان تاخدهم توديهم لمين للمستشفى. هايز اقاريكم حاجة تانية. بصوا كده. ادي هنا patient. ده مفرد ولا جامع. طبعا مفرد قبله ايه. ايه ما بتجيش غير قبل المفرد. ودي هنا them. شفتوا القاعدة اللي قلنا عليها. ادي هنا مفرد. رغم كده بيعود عليه ضمير جامع. ليه؟ لان المفرد ده انت ما تبقاش عارف هو مذكر ولا مؤنس. we also visit schools and teach children about their health. احنا كمان بنزور المدارس. و teach بنعلم الاولاد. about their health عن ايه؟ عن صحتهم. هاينا برضو. مش عايز اقول بقى healthy. their healthy. لا. مش مسلا عن ايه. اه صحة. اه صحي. مش هنقول صحي بقى. هنقول ايه صحتهم صحة. النون. وهنا الضمير المتصل بيها هيبقى صحتهم. I am. دكتور جميلة. ادي دكتور جميلة هي. مش جميلة خالص يعني. I work at a big hospital in Cairo. بتشتغل في مستشفى. في مستشفى كبيرة في الكاهرة. I finished studying. ادي هنا finish. والverb plus ing. كلام اللي قلنا بقى بنطبقه. at university six months ago. خلصت دراسته. من ايه؟ من ست شهور في الكاهرة او في الجامعة. So I haven't been working here for very long. عشان كده هي ما بتشتغلش بعلها سنين طويلة. هي لسه اصلا ايه؟ fresh graduate. لسه متخرجة. The hospital is very busy. هل هنا اقول المستشفى مشغولة جدا ولا مزدحمة؟ طبعا المستشفى مكان. يعني جماد يبقى مزدحمة. And today I started work at 6 am. اشتغلت بقى الساعة ستة. It's very hard work. الشغل طبعا صعب جدا. But I love my job. ولكن طبعا يعني ادي كثرة الناس الكويسة كده بيحبوا الوظيفة بتاعتهم انهم بيساعدوا الناس. For the past hour. قلنا مهمة برضو احنا بنشرح. I have been talking to the patients. انا بتكلم بقى لي ساعة مع ساعة اللي فات دي مع المرضى. I have just visited a child who had an operation. A few hours ago. لسا كانت زايرة. يعني زارة ولد صغير عنده ايه؟ او عمل عملية. زي ما انت شايفين كده. هنا had. had دي. انت قلت لنا يا مستر. Operation بيجاب لها. Have. يا اما do. بيجاب لها have. لو المريض. لو بنتكلم على المريض. بيجاب لها do. لو بنتكلم على مين. على بصوه. هنا جاي ايه؟ do. ليه؟ لان الدكتور هنا كان بيتكلم عن نفسه. هو اللي بيعمل. طيب ايه هنا had بقى دي. ما هو have الماضي بتاعها had have. يعني ممكن نلاقي دي. بدل do تبقى did. عادي جدا. ممكن نلاقيها بدل do تبقى does. تمام؟ يبقى do او have بالتصريفات بتاعته. It went very well. الموضوع مش ايه؟ زي الفل. went خليل بالك. here parents have been waiting to see. ادي هنا ويت. قولنا بيجوا وراها ايه؟ بيجوا وراها for او to. لو لقينا فعل في المصدر يبقى قبلها to. لو لقينا شخص او شيء يبقى قبلها for. so i am going to tell them the good news. عشان كده انا هروح اقول لهم ايه لاخبار السعيدة ان العملية نكحة الحمد لله. تعالوا ما نشوف بقى الجزء الخاص بيه التدريبات على الجزء بتاع الكلمات. بيقول لنا نقطة a او an not is when a doctor cuts a person. طبعا دي جزء خاص بيه التعريفات اللي سألينها من شوية والاجابة هتكون ايه؟ ده تعريف ال operation. ده تعريف العملية الجراحية. a doctor كان نقط operations. هو الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور do ولا have. هنا مش جاب لي have. عارف بقى لهو عايزي صعب لك الموضوع. ده طبعا كان في امتحان الفيوم 2017. لو كان عايزي صعب للطلبة بتاع الفيوم. كان جاب لهم have كمان. كان بقت صعبة شوية. هنا طبعا الاجابة هتكون سهلة هتكون do. اما لو كان have كان في ناس هيقع فيها. hospitals طب ليه اخترنا do? عشان هنا الدكتور بياخد do مع operations. اما المريض بياخد have. hospitals should be equipped the best. نقط. هو المستشفيات المفروض يكون موجود فيها افضل ايه؟ التليفزيونات ولا الكمبيوترات ولا الكاسيتس ولا المعدات. طبعا المعدات. we have been. نقط this job for five years. حاجة كان مكتوب جانبها مهم جدا. ان ايه job دي بيجاب لها ايه؟ do ولا have ولا make ولا talk ولا ايه طبعا الاجابة do. وهنصرفها في الزمن بتاعها. نقط. health clinic. اول كلمة فيك كلمات. اول كلمة احنا حفظناها. mobile health clinic. doctors examine patients and give them نقط. هو الدكتور بيفحص المريض وبعد كده بيدي له ايه؟ بيدي له معدات او بيدي له لعب. طبعا بيدي له ايه؟ بيدي له الدواء. بعد كده doctors try to help patients to get. طبعا قلنا بقى get. good. 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 كده في التعريفات او في التصريفات بتاعتنا. طبعا get better get better. i visit my grandparents. a month. بزورهم مرتين في الشهر. يبقى twice a month. زي ما انتوا شايفين هنا wait. ايه طرى wait يجي وراها for ولا to. حسب الحاجة اللي وراه. ادي هنا فعل في المصدر. يبقى الاجابة هتكون to. طب افرد كان هنا فيه مثلا wait. نقط احمد. يبقى هنا for wait. for احمد. doctors visit schools and learn children. وبيتعلم الاطفال ولا بيعلموا الاطفال. يبقى teach children. the doctor revised the patient's eyes. طبعا لا مش revised هتكون examined. دكتور بيفحص. مش بيراجع. the doctor told me to take some medical. ان انا اخد بعض الطبي. ولا بعض الادوية. my cousin's operation talk very well. هو احنا ده احنا سألنا في الصفحة اللي فاتت. went very well. went very well. everyone should take their care of their healthy. لأ ده انا برضو قلتها لكم. قلتلكم حتى ادي النونة هو. ودي الضمير المتصل بي. يبقى صحتنا. يبقى صحتهم. او صحتهم يعني. يبقى health. خلي بالك برضو. everyone من الحاجات اللي بيجيو معيها دايما. الضمير جامع. هنا هو. there. ماشي لان انت متعرفش everyone ده ممكن يكون راجل وممكن تكون sit عادي جدا. some people live in villages far away from. اخذ بتال. شايفين بقى? اهو ده برضو من الاسئلة. يعني حتى هو عاملك عليها ايه? علامة كده ان ده صعب يعني. ليه? لان هنا انت مش هتغير اي حاجة. عارف كل اللي هتعمله. هتشيل الفصلة اللي موجودة هنا دي. الفصلة دي هتشيلها. تبقى كلمة away. far away كلمة واحدة على بعضها. كده احنا خلصنا الجزء الاول في الدرس الاول والتاني. تعالوا مندخل على جزء الجرامر. جزء الجرامر. تسهلا عليكم يعني الجزء دوت انا شرحته في اه فيديو برضو على القناة. تعالوا موريكم الفيديو ده تقدر توصل له ازاي ان شاء الله يعني اللي هيتفرج على الفيديو ده هيقدر ان هو يتعامل مع الدرس ده مية مية وبرضو هنشرح الجزء بتاع الجرامر ان شاء الله ونحل التدريبات اللي عليه ولكن هيكون اسرع شوية. زي ما انت شايفين دي برضو الصفحة الرئيسية. احنا كل حاجة عندنا على القناة موجودة في الصفحة الرئيسية. مش هتلف بعيد يعني. ادي الصفحة الرئيسية هتنزل شوية هتلاقي دروس وفيديوهات برا المنهج. انا عايزك تدخل على كواعد وازمينة اللغة اللغن الانجليزية بابسط شر هو ده ادخل عليه هندوس عليه هيجبنا على القايمة دي زي ما انت شايفين القايمة دي. كنت قلتلكم من شوية هول لكم على فيديو بتاع الضامير قادي الفيديو بتاع الضامير هو الفيديو رقم تلاته هو ده. ضماير الفاعل والمفعول الفرق ما بين z وما بين زيم الفرق ما بينهم هتعرفوا في الفيديو ده طيب الفيديو بقى بتاعنا بتاع الجرامر هنلاقيه في الفيديو رقم تمانية الفيديو رقم تمانية present perfect continuous tense هو الفيديو ده 24 دقيقة تفرج عليه هتلاقي فيه كمان اسئلة ممكن ان انت تحلها ان شاء الله تفرج عليه دوت خلاص هتزبط يعني الدنيا خالص ومع الشرح اللي هنشرحه هذا الوقتي اللي فيه بعض الحاجات مثلا الاضافية شوية بس خلاص انت مش تحتاج حاجة فيه الجرامر ده تاني يلا بينا نرجع للدرس بتاعنا تعالوا ما نشوف الشرح في الكتاب بيقولي هنا بيقول لنا الاستخدام الزمن ده زمن المضارع التام المستمر بنستخدمه في ايه انا عايزك بس الاول تركز في الجملة اللي هو الهال نبي سالما هز بن دوينج زا شوبينج اول دي زي ما انت شايفين كده ادي هنا فيه فاعل ادي هنا فيه فاعل وان شاء الله يعني تكون تفرجت على الفيديو اللي قلتلك عليه ده بإذن الله يعني هيرايح معك جدا 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 وهتكون بتتفرج على الشرحة دلوقتي بقى وانت يعني حطت رجل عرجل بعد كده بيكون فيه هاز او هاف بعد كده بين دي سابتة سابتة ما بتتغيرش ايا كان الفاعل ايا كان هاز او هاف بعد كده الفاعل مضاف ليه اي ان جي طبعا هنا فيه زا شوبينج عشان كده فيه دو طيب سؤال بقى لو شلنا زا عايز اشوف الناس فاكرة الترمي الاول ولا لا لو شلنا زا وبقت شوبينج على طول يا ترى دونج دي هتبقى ايه عايز بقى تقولي في التعليقات كده هتبقى ايه كنا خدناها قبل كده هنا بيقولنا احنا بنستخدم المضارع التام المستمر للتحدث عن افعال بدأت في الماضي ولكن خلي بالك مستمرة حتى الان يعني ايه يعني عندنا خطه ده اسمه الخط الزمني ادي عندنا علامة اكس ده الوقت اللي احنا وقفين فيه ودي هنا فيه الماضي ادي هنا البست ودي هنا فيه الفيتشر تمام يعني ايه بقى زمن المضارع التام المستمر يعني والله يفعل بدأ في الماضي فيه الدايرة دي هنا كده من خمس سنين تمام؟ وفضل مستمر 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 لحد دلوقتي حد دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه ده لسه شغال يعني مثلا انا هقولك ايه انا بدأت القناة من سنة تمام؟ سنة لثلاثة اربعات فانا بدأت القناة من سنة وما زلت لحد دلوقتي شغال يعني حدث حصل في الماضي او انا باشتغل على القناة بقلي سنة حدث حصل في الماضي وما زال لحد دلوقتي مستمر تمام؟ دي كل الفكرة بتاع الزمن هي مازالت حتى الان بتدرس يعني ان انا مازلت بقرأ الكتاب ده معنى كده ان هما مازالوا بيلعبوا الشطرنج هما بيلعبوا طول اليوم والحد دلوقتي لسه بيلعبوا انكل سامي هاز بي سليبنج فور 5 اوارز عايز توقف الفيديو دلوقتي انزل فيه التعليقات قولي بي دي هتبقى ايه ها انت شفت الجملة هيو يعني هنا لسه من شايفينها وللشايفين اتقلت امثلة سهل بقى تعرف دي وخلي بالك ان دي من افكار الامتحان في الجزء ده في الزمن ده يعني السؤال التافه ده اللي انت اعتقد كلكم ان شاء الله هتحلوه يعني من افكار الامتحانه ممكن هنشوف دلوقتي في التدريبات ده كان طبعا الاستخدام الاول تعالوا نشوف الاستخدام التاني بيقول لنا ايه يتحدث ايضا عن افعال بدأت في الماضي ولها اثر في الوقت الحاضر يعني مش مستمرة بقى لا هي بس لها اثر تمام خط الزمن ادي الماضي وادي المستقبل ملناش دعوه بيه حدث حصل فيه الماضي هنا ولكن ليه اثر موجود فيه الحاضر زي ايه المثال ده بحبه جدا طبعا هنا الابوستر في اس هنا مش اختصار لاز هنا اختصار لهاز اختصار لهاز خلي بالك الدنيا بتمطر طول اليوم هل ما زالت بتمطر دلوقتي لا ولكن فيه اثر عليها ايه هو ان الحاضيقة كلها ايه راطبا ان هي ايه او مبللة ان فيه مية كده في الحاضيقة انا بلعب طول اليوم هل انا مازلت بلعب لا ولكن الحدث اللي حصل ده اثر علي ان انا حاليا ايه حاليا تعبان ليه انا تعبان بسبب الحدث ده they have been sitting in front of the computer all day هما عادين قدام الكمبيوتر طول النهار بقى طول اليوم عادين قدام الكمبيوتر so their eyes hurt عشان كده عانيهم بتوجعهم يبقى حدثه او هنا في حدثه او الاثر بتاعه موجود فيه الوقت الحاضر دلوقتي مستر حازم has been teach english for 9 years ها يترى هتبقى teach احنا قلنا كده في المثال بتاعه سلمة لا عايز اشوف برضه هتبقى ايه نيجي للتكوين بتاعه الا انا قلتها لكم اصلا من شوية احنا بن الجزء ده زمن ده زي زمن المضارع البسيط نفس الفكرة بتاع زمن المضارع البسيط نفس الفكرة برضه بتاع زمن المضارع التام كنا طبعا درسنا الكلام ده كله الموضوع برعا ايه ادي فاعل ده كده فاعل لكن الفاعل بينقسم لنصين الفاعل زي ما انا قسمت صفحة كده بينقسم لنصين الفاعل ده ممكن يكون هي she it واي فاعل مفرد نتزود هنا كده ايه فاعل ايه مفرد يعني ايه فاعل مفرد يعني احمد الطالب اه منا تقى كل دي ايه كل دي حاجات مفرد تمام ده بيجي وره هاز ده بيجي وره هاز طيب ايه تاني اي يو وي زي حاجات دي اتزايد اي فاعل جامع زي مين الطلبة الدكاترة المهندسين التجاريين كل الكلام ده تمام حاجات جامع ايه كل ده بيجي وره هاف ده بس يا مستر الاختلاف اه هو ده بس الاختلاف بعد كده عندنا بينقسم تابته هنا وهنا موجود ايه وعندنا الفاعل المضاف ل ai ان جي ثابت هنا وهنا زي من انت شايفين سامي يبقى هاز يبقى انت هيسألك يقولك مسلا سامي نقط بن ستاديينج يا ترا سامي هاز ولا هاف طبعا هتختار ايه هتختار هاز تمام ايه او يجيب لك مونا ودينا مونا ودينا ادي اثنين هم الاتنين دول مفرد ولا جامع طبعا جامع طبعا الاتنين مع بعض بقو ايه بقو جامع يبقى هاز ولا هاف يبقى هاف هو عمر ياخد هاذ ولا هاذ استنى ردكم بقى في التعليقات نيجي للنفي نفس الفكرة بس الموضوع اي بقى نفس فكرة الاسبات ولكن هتزود not بعد هاذ لا اكتر ولا اقل يبقى نفس ما قلنا في الاسبات بقى جماعة عشان ما نعيش يبقى ايه زي هاذنت بن هو الفكرة انه ناط بتيجي ورا هاذ وورا هاذ ما فهاش غلطة ولكن يا ترى هاذنت تبتيجي ورا زي ولا هستنى برضو ردكم في التعليقات نيجي على الاسئلة احنا عندنا في كل الازمنة كل الازمنة عندنا نوعين من السؤال نوعين من السؤال ونوعين من الاسئلة برضو كان في فيديو في القائمة اللي انا ورتها لكم من شوية اللي هي كان فيها الدمائر واللي كان فيها الزمن بتاعنا ده برضو في فيديو عن الاسئلة الفيديو ده هينفعك ان شاء الله لحد ثلث سنوي ياريت ان انت تشوفه فيديو مهم جدا 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 من احسن الفيديوهات اللي احنا قدمناها على القناة. بيتكلم على الاسئلة. هنا الزمن ده لما بنيجي نسأل انت قلت لك انا قلت لك من شوية في التركيب بتاعه. بيتكون من ايه من فاعل سبجيكت زاد. هاز او ايه هاز او هاف. هاز او ايه او هاف. طيب بعد كده بنحط ايه بعد كده كنا بنحط حاجة ثابتة اللي هي ايه اللي هي بن بنحط الحاجة الثابتة اللي هي بن. بعد كده بنحط وراه بن ايه الفير بلس اي انجي. تمام? انا عايزك تعمل هي بقى شايف النص اللي في الاول ده. اللي هو اول حاجتين. ما لكش دعوة بين وما لكش دعوة بالفير بلس ايه. انا عايزك اول حاجتين دول علم عليهم كده. هتعمل ايه? هتقسمهم اهم. نقسمهم كده اسمه كمان. كل اللي عليك ان انت هاز او هاف دول هتشيلهم هلا بلا كده. وتقوم جايبهم في البداية. ده السؤال بهل. ده السؤال بهل. يبقى هاز الاول بدل ما كنا بنحط الفاعل. حطينا هاز. بدل ما كنا بنحط الفاعل هنا. حطينا هاف. بس دي كده ايه? دي كده كل الحكاية. يبقى هاز هي. هاز شي. هاز ات. هاف يو. هاف وي. هاف زي. تمام? طبعا لو سألت هاف اي. في هاف اي اه. ولكن مش هسأل نفسي اقول ايه? هل انا? هل انا? هل انا اكلت الجبنة? مش عارفي. هي ماشي السؤال هينفع وكل حاجة. فهنا ممكن نضيف اي عادي. ولكن طبعا ما بيقرارش يعني. بعد كده بن زي ما هي. بعد كده في ربع انجي زي ما هو. هاز مونة بن. هاف يو بن. نفس الفكرة هيقوم جايب لك ايه? هيقول لك مسلا. نقط مونة. يا ترى هازو ولا هاف? طبعا تختار هاف. نقط يو. يا ترى هازو ولا هاف? برضو تختار هاف. تمام? او يسألك مسلا يجيب لك هنا بدل بن. يجيب لك بي. يجيب لك بي. او يجيب لك ار او از والحاجات دي. فانت تختار بن. يجيب لك بعد بن. يجيب لك بيرب. مفوش اي انجي. انت تحط اي انجي. وهنشوف كل الكلام ده دلوقتي. طيب. دي الطريقة الاولى. عرفت الطريقة الاولى? برافو عليك. الطريقة التانية عبارة عن ايه? هتضيف على الطريقة الاولى. اداة استفاهم في البداية. لا اكتر ولا اقل. يعني نفس الكلام ده هو هو بالزبط. هو هو اللي هنعمله. ولكن هنضيف كده في الاول هنا. اداة استفاهم. اداة استفاهم. يبقى هاو لونج. وبعد كده هاف. طب ما انا هاف عشان فيه هنا يو. تمام? او وات هاز. طب شما انا هاز عشان هنا فيه ريم. وريم دي مفرد. والمفرد بيجي معاه هاز. تعالوا ما نشوف الكلمات الدلة على الزمن ده. هنا بيقول لنا ايه? او زائد زمن. او سنس زائد بداية الحدث. بداية الحدث. الحدث بدأ امتى? او فور ومدة زمنية. فور ومدة زمنية. فهنا بنقول. ذا بويز هاف بين بلاينج اوال مورنج. ادي هنا زمنه. تمام? هنا سنس تو ساوزن سبن. منزو الفين وسبعة. وهنا فور ايت ييرز. منزو تمن سنين. اخر حاجة بيقول لنا ان هنا لما بنستخدم لست او بست قبلها. ذا بيجي معاهم فور. برضو دي من الحاجات اللي هو بيلغبطنا فيها. وبيجي بدا الفور سنس. بيجي بدا الفور سنس. طبعا بيجي وراهم فترة زمنية. فترة زمنية. بعد كده. الفعل. وبعد الفعل بيجي مين? بيجي بقى. او مش هنقول الفعل بقى. بعد كده بيجي زمن. المضارع التام المستمر. ده كده التكوين بتاع المضارع التام المستمر. زي الجملة دي. لما نلاقي جملة شبه دي كده. يبقى النحية التانية هيكون زمن. المضارع التام المستمر اللي احنا بندرسه فيه اليونت دي. برضو هنا فترة زمنية. ودي هنا. بكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا تعالوا ما نشوف التدريبات اللي عليه. التدريبات هنا محلولة هيت ولكن برضو نشوف الافكار اللي فيها. ادي هنا جاب لنا ايه? زي دكتور هاز. ادي هنا فيه هاز تمام. ودي هنا فيه اول وفيه زمن. يبقى ده زمن ايه? زمن المضارع التام المستمر. عشان كده هنختار بن وفيرب اي انجي. طبعا دي الاجابة الاولى. منا نقطة learning انجليش. سنس. ادي هنا فيه سنس. تمام. يبقى نختار هنا ايه? طبعا الاجابة هتكون منا. اكيد مش از اكيد مش هوز. طبعا احنا احنا في زمن المضارع التام المستمر. يبقى اما هاف بن يا اما هاز بن. منا مفرد ولا جامع? منا مفرد يبقى الاجابة هاز بن. هنا الفلاح مفرد ولا جامع? مفرد. ودي هنا بن ودي ووركينج يبقى الزمن بتاعنا يبقى الفلاح مفرد ياخد هاز. اتنقطة all day. دليل على ايه? دليل على الزمن بتاعنا. يبقى الاجابة ات بتاخد هي شي ات بياخده هاز يبقى هاز بن رينيج. مانالز براثر هاز. هنا ليفنج انجلند فور اير. برضو نفس الفكرة في هنا فور في هنا هاز في فيرب اي انجي يبقى في الوسطى هيكون بن. اي هاف بن ليفنج هير نقطة الفين واثناشر. طبعا هنا البداية بتاعة الحالة الحدث يبقى since. بداية الحدث يبقى since. نقطة the best hours. قلت لك بقى the best ودي هنا زمن يبقى بيجاب لهم for. اخر حاجة شرحناه. the police. looking for the save for three hours. طبعا برضو ده الزمن بتاعنا. عرفنا منين ادي هنا فيرب وفلاس اي انجي. ودي هنا for ودي مدة زمنية. يبقى الاجابة هتكون هاف بن. طب ليه مستر هاف بن مش هاز بن? ليه? لان البوليس. the police. the police دي. تعامل معاملة الجامعة. the police. تعامل معاملة الجامعة. the police. تعامل معاملة الجامعة. يعني the police. is or are? لا. are. عكس equipment. عكس news. عكس مسلا information. عكس الحاجات دي. تمام? يبقى دي بتوعامل معاملة الجامعة. have you been doing your homework? هل انت كنت بتعمل الواجب بتاعك بقال له ايه? no i not it an hour ago. خلي بقى لك بقى. ناس كتير هتقوم معاملة ايه? احنا في الزمن ايه? احنا في الزمن المدرها التام المستمر. خلاص. اي? اي بتاخد هاف هاف هنا مش موجود عمتا يعني. ولكن مثلا مثلا يعني. لو كان في هاف. لو كان بدل هاز دي. لو كانت هاف بن فنشنج. كان هيختارها. ليه? لانه هو متبرمج. بيختار كده وخلاص. طبعا لا. هنا في اجو. اجو دي من الكلمات الدل على زمن. ان اور اجو. من الكلمات الدل على زمن الماضي البسيط. عشان كده هناخد الاجابة الرابعة اللي هي فنشد. خلي بالك من السؤال ده. نشوف اللي بعد كده. هاف يو بين? طبعا بيجو وراه. فيربلوس اي انجي. يبقى ويتينج. هنا بيقول لنا. لست يير. لست يير. طبعا لست يير برضو دي بداية الحدث فهتاخد. سنس. سنس. لست يير. وات يو بين? دونج. طبعا هنا ناقص حاجة. ايه هي? ناقص. وات هاف يو بين? وات هاف يو بين? وات هاف يو بين? بي? وقت لك بقى. هالحاجات اللي هو هيلعب بيها. ادي هنا اي انجي هو. يبقى هنا في بي? لا. هنا في بن. اي ريد الستوري هنا. اهي. يبقى الاجابة هتكون ايه? يبقى الاجابة هتكون ان ده زمن المضارع التام المستمر يبقى بادر هتبقى هاف بين ريدنج. عشان اي بتاخد هاف. بكده هنكون خلصنا اتدارس الاول من دروسنا في الترم التاني. اتمنى يكون عجبكم. اتمنى الجرامر يكون اوصل لكم بصورة كويسة. هستنى بقى ان انتم تحلوا الجنرال كويس جدا جدا. وتكتبوا في التعليقات لو وقف قدامك اي سؤال. عايز اقرف رأيكم في الدرس بتاع النهاردة. يا طرع عجبكم ولا ايه? ان شاء الله نكمل معاكم طول الترم ونراجع مع بعض. طالب منكم طلب ان انتم تدعمونا يا شباب. ان انت لو مش مشترك معنا في القناة تشترك معنا عشان تكبرنا. وان ان انت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتكتب لنا تعليق لو انت وقف قدامك سؤال. كمان تكتب لنا تعليق بالاجابات اللي انت ج او ابتهى فيه خلال الفيديو. لو ويف قدامك سؤال ممكن تكتبه. كمان ان انت توصل الفيديو لزميلة. كنت رأي ان انت تاخد شير او تعمل شير لللينك بتاع الفيديو. وتحط بس على الجروبات على الفيس بوك عشان ان في ناس تقدر ان هي توصل لشرح. شوفكم على خير ان شاء الله في الدرس التالت والرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى